ملامح السيناريو مشابه للأزمة التي تعصف بمناطق سيطارة نظام الأسد بدأ يلوح في أفق ريف حلب الشمالي مع ارتفاع صادم ومفاجئ في أسعار الوقود إرباك في أسواق عفرين وراجو مع تسجيل لتر البنزين الأوروبي أسعار تتراوح بين 550 إلى 600 ليرة سورية فيما لم يتخلف المازوت عن اللحاق بالبنزين بارتفاع وصل إلى 275 ليرة وربما من الثوابت أن المواطن هو الحلقة الأضعف في كل الأزمات التي تنعكس على مختلف جوانب حياته فانعكست عليه مع اضطرار الشركة التي تزود الأهالي في بلدة راجو بالكهرباء وفق نظام الأمبير إلى رفع أسعار خدماتها أو تراجع جودتها بالنسبة للارتفاع أسعار المحروقات كان له تأثير كبير علينا لأسيما نحن كشركة نور كوم للتيار الكهربائي في العامل في راجو التأثير الأكبر كان أول شيء بسبب ارتفاع المازوت لأننا قدامنا خيارين يا بدنا نرفع سعر الأمبير يا بدنا نقص عدد ساعات الكهرباء تقرير لموقع المدن تحدث عن استمرار تدفق المحروقات نحو مناطق سيطارة النظام في حلب عبر منافذ تهريب تسيطر عليها فصائل درع الفرات وهيئة تحرير الشام في ريف حلب عن طريق معبر أبو الزندين ومنافذ استحدثت في عبلة وجبهات ريفي جرابلس والباب مشيرا أنه يعود بعشرات آلاف الدولارات يوميا على الجهات المشاركة في هذه العملية في الوقت ذاته أشار التقرير محاولة بعض الفصائل الأخرى منع عمليات التهريب ونشر حواجزها على الطرق المؤدية إلى المعبر ومناطق التماس مع ميليشيات النظام دون أن تنجح في كبح التهريب السبب هو إرسال هذه المادة المحروقات من هنا لمناطق النظام ويحاولون يجيبوا الأزمة من عند النظام يزرعوها بالمناطق الموجودة هنا الاتهامات تتزايد لهيئة تحرير الشام بمساعدة النظام في أزمته ويجري الحديث عن عمليات تهريب من معبرية العيس والمنصورة في خطوط التماس مع ميليشيات النظام